الشرق الأوكراني على صفيح ساخن في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى القمة التي ستشهدها منسكا المعارك بين الانفصاليين والقوات الحكومية تزداد ضراوة وتحصد المزيد من القتلى في مدينة دونيتسك أدى سقوط قذيفة على محطة حافلات إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل وفقا لما أعلن عنه الانفصاليون أما في مدينة كراماتورسك فالحصيلة ثقيلة والمعارك خلفت مقتل 15 جنديا أوكرانيا جراء سقوط صواريخ على مقر قيادة الجيش الأوكراني الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو تنقل إلى المدينة حيث زار الجنود المصابين وقال ما وقع يهدف إلى الإضرار بمحادثة السلام والهدف هو الإبقاء على الحرب هؤلاء يريدون المحافظة على نفوذهم وذلك بإعلان الحرب ضد أوكرانيا السلمية وفي الوقت الذي وقف فيه الرئيس الأوكراني وعلى مخلفات القصف الذي تعرضت له مدينة كراماتورسك يعقد الكثيرون الأمل على قمة مينسك لسهما والنزاع أدى إلى مقتل 5000 شخص على الأقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر